أدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكريملين اليمينة الدستورية لولاية رئاسية خمسة من ست سنوات نعم وقال بوتين خلال كلمته بعد الحفلة إن بلاده تواجه تحديات جسيمة مؤكدا ثقته بتجاوزها والدفاع عن الحريات والتقاليد والقيام السابع من مايو عام 2024 تاريخ النصب في بوتين كأطول زعيم للكريملين بقاء في الحكم منذ مئتي عام بعد أدائه القسم رئيس لولاية خمسة رسميا رئيس فلاديمير بوتين يقدر روسيا حتى عام 2030 في حفل ضخم جرى وفقا للسيناريو التقليدي حيث توجه إلى الحفل في قصر الكريملين مرورا على الشرفة الحمراء إلى ساحة الكددرائية حيث تم استعراض مرور الفوج الرئاسي وفي أول تصريح له بعد أدائه القسم شكر بوتين مواطني في جميع انحاء روسيا مؤكدا أن مصالح روسيا ستبقى أولوية قصوى ولم تغفل الكلمة التي يلقها بوتين أظروف التي تحيط ببلاده حيث أشاد بالمدافعين ومن يحاربون في إطار العملية العسكري الروسية الخاصة بأوكرانيا مشددا على همية وضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية على نحو أقوى وحول العلاقات مع الدول الغربية أعلن بوتين عدم رفض التعامل مع الغرب مشددا على أن العدالة الذي يمارسون ضد موسكو وما يعرقل ذلك ومن المتوقع أن يجدد الرئيس الروسي الحكومة في بداية ولاية المقبلة وبموجب الدستور تستقيل الحكومة بعد تنصيبها بوتين في بداية ولاية الخامسة يبدو أكثر ثقة وأكثر قدرة على المناورة مسلحا بشبه إجماعا وطني وبغياب كامل المعارضة داخليا وغياب مماثل لقدرة خصومة على أحداث اختراق كبير ونوعي على الجبهات ترجمة نانسي قنقر